حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته عليها السلام فقال أغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور فإذا فرغتنا فأذنني قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حق وهو قال أشعرناها إياه قال وقالت حفصة قال أغسلناها وطرا ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال وقالت أم عطية مشطنها ثلاثة قرؤ حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت كان فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا عند البيعة أن لا تنحن فما وفط منا غير خمس نسوة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأقوم على مرضاهم وأداوي جرحاهم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام ويزيد أخبرنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يوم الفطر ويوم النحر فأما الحيض فيعتزلنا المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين قال قيل أرأيت أحداهن لا يكون لها جلباب قال فلتلبسها أختها من جلبابها حانا محمد بن عبد الرحمن إلى الطفاوي يحدثنا هشام ويزيد أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا عصبا ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند طهرها قال يزيد أوي في طهرها فإذا طهرت من حيطها نبذة من قسط وأظفار أدثنا أبو معاوية تحدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغسلناه وطرا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة كفورا أو شيئا من كفور فإذا غسلتنها فأعلمنني قالت فأعلمناه فأعطانا حق وهو قال أشعرنها إياه حفنا أبو معاوية تحدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا إلى قوله ولا يعصينك في معروف قالت كان منه نياحة فقلت يا رسول الله إلا آلا فلاء فإنهم قد كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آلا فلاء حفنا أبو سعيد حدثنا إسحاق بن عثمان الكلابي أبو يعقوب حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمني ابن عطية الأنصاري عن جدته أم عطية قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تجمع نساء الأنصاري في بيت ثم بعث إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على الباب فسلم فرددن عليه السلام فقالا أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن قلنا مرحبا برسول الله ورسول رسول الله وقال تبيعا على أن لا تشركنا بالله شيئا ولا تزنين ولا تقتلنا أولادكن ولا تأتين ببهتاء تفترينه بين أيديكن وأرجولكن ولا تعصينه في معروف قلنا نعم فمددنا أيدينا من داخل البيت ومد يده من خارج البيت البيت ثم قال اللهم اشهد وأمرنا بالعيدين أن نخرج العتقى والحوية ضونها عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا وسألتها عن قوله ولا يعصينك في معروف قالت نهينا عن النياحة حسنا غسان بن الربيع حدثنا أبو زيد ثابت بن يزيد عن هشامين عن حفصة عن أم عطية قالت كنت في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أن لا ننوحة ولا نحدث من الرجال إلا محرما حسنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازمين عن محمد عن أم عطية الأنصارية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج العواتقى والحويض وذوات الخدور فأما الحويض فيعتزلنا المصل ويشهدنا الخير والدعوة مع المسلمين حسنا عفان حدثنا همام عن قتادة قال أخذ ابن سيرين غسله عن أم عطية قالت غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نغسلها بالسدر ثلاثا فإن أنجت وإلا فخمسا فإن أنجت وإلا فأكثر من ذلك قالت فرأينا أن أكثر من ذلك سبعون حسنا عفان حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين قال نبئت أن أم عطية قالت أوفي أحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا وأن نجعل في الغسلة الآخرة شيئا من سدر وكفور ترجمة نانسي قنقر